أعلن مكتب رئيس بلدية نيويورك تسريح أكثر من 1400 موظفة في المدينة رفضوا تلقي التطعي المضاد لفيروس كورونا هذا وأرسلت المدينة اخترارات في أواخر يناير إلى ما يقرب من 4000 عامل قائل إنه يتعين عليهم تقديم دليل على حصولهم على جرعتين على الأقل من اللقاح وإلا سيفقدون وظائفهم وثلاثة أربع أولئي العمال كانوا في إجازة غير مدفوعة لشهور